يا شدي هذا يقف على أوروبا العجوز القارة العجوز تركيا الآن وجه لوجه أمام أمريكا وليس وجه لوجه يعني كتصادم يعني مهما حصل من يعني أثارات على الطريق يبقى تبقى المواجهة مواجهة أقرب من إلى الحبية منها إلى العدائية هذا واضح تماما ومصلحة الطرفين تقتضي أن يكون ذلك شايف سيدي أما ما هو دور أوروبا ولماذا أنا قلت أن هذا يقف على دور أوروبا تركيا مثلها مثل أي دولة بهذا العالم تطمح لإعادة أمجادها ولإعادة نفوذ الدولة العثمانية وتريد أن تصل إلى ذلك إذا سنحت لها الفرصة إذا تحت لها الفرصة لن تقصر يعني لا أحد يقصر الصومال لو تتاح لها الفرصة تطمح أن تمتد وتأخذ ما حولها لكن تركيا بدأت تضع قدمها على عتبة العودة إلى إمبراطوريتها إلى الإمبراطورية العثمانية والإمبراطورية العثمانية هي آخر الإمبراطوريات آخر الإمبراطوريات يعني هي إمبراطورية قريبة يعني لا تزال يعني ممن عاشوا أيام الإمبراطورية العثمانية بعضهم يعني من المعمري لا إذا الحيا إلى اليوم لذلك من حق تركيا من حق تركيا ومن طموحاتها أن تمتد قدر الإمكان أو على الأقل إذا لم تمتد أسكريا كما يعني صور بعض ولكن تتعملق في مكانها إلى أن تعيد عجل الدولة العالمية ترجمة نانسي قنقر